المرصد العربي لحقوق الإنسان أجل الاندمام إلى مجلس حقوق الإنسان وتفعيل دوره العربي كمنظمة عربية حقوقية أشار العسومي إلى أنه تجرى حاليا التحذيرات لتنظيم مؤتمر عربي بشأن الأمن الغذائي في الوطن العربي في ظل ما يواجهه العالم من تحديات راهنة وفي ظل الأزمات العالمية وتداعيات جائحة كورونا موضحا أن الاجتماع ناقش الموافق على إطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي وأشار أيضا إلى الأهمية القصوى لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والذي يعتمد على رز النجاحات التي حققتها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر